المهم شوف وش قالت بأنه نسبة الانفاق العسكري من الناتج المحلي الجزائري تجاوز 6% يعني 6.1 وهو أعلى معدل في إفريقيا معناها الجزائر الميزانية التي تخصصها للجيش هي الأعلى في إفريقيا معناها الجزائر دائما عايشة على وقع حرب وهذا هذه الروح واللهف على الاستراد الأسلحة وكذا والانفاق العسكري خلت جزائر محل استهدام ولذلك شفنا في التسعينات بعض الجنرالات اللي راهم لو باء فحتشنا فيهم لقوهم يغرقوا في الفساد من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم يعني غرقوا الجزائر في حرب أهلية كلفت الجزائر أموال طائلة تتحدث الخسائر أكثر من 70 مليار بغض النظر عن الإنفاق العسكري في مرحلة التسعينات الذي بلغ مدى في المقابل المغرب نسبة الإنفاق العسكري ربعة فاصل ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي في 2021 يعني حتى المغرب ارتفع نسبة الإنفاق العسكري معناها شوف هذا الناتج المحلي وهذه الأموال الطائلة التي تصرف على أسلحة وعتاد ربما فيه لفوق الحاجة وأجزم لكم بأنه السبب هاجس الخوف من الطرف الآخر وهاجس الحرب التي تبقى دائما تخيم على الدولتين خلهم ينفقوا من دون رقيب ولا حسيب مما يكون على حساب الحياة الاجتماعية مما يكون على حساب الاقتصاد والصناعة وكذا لأن هذه الأموال الطائلة لو خصص جزء منها فقط للتعليم لأدى إلى أشياء أفضل بكثير شوف الجزائر خصصت 9.1 مليار دولار للأسلحة في الجزائر عام 2021 وطبعا شوف هذه الميزانية الكبيرة لا تخضع للرقابة ولا للحساب لا من طرف رئاسة الجمهورية ولا من طرف برلمان ولا أي شيء أموال تعطى العسكر يدير بأن الإخلاص درت صفقات وانتهى الأمر معناها 9.1 مليار دولار خصصت للتسلح خارج إطار الرقابة الشعبية من المفروض شوف في أمريكا وفي الدول كل كيه الرقابة الشعبية على صفقات التسليح وكذا مع الخارج أي شيء تحت الرقابة وتحت ممثلي الشعب لكن نحن الأمور تمشي هكذاك وتسعة فاصل واحد مليار اللي راح بالأسلحة لو رحيت منها ثلاث مليار ثلاث ملاير دولار فقط لا صنعت في كل ولاية مستشفى متطور والجزائر هاك تشوف في وضحها الصحي أما في المغرب ارتفع إلى خمسة فاصل ربعة مليار دولار نعم شوف حتى المغرب خمسة فاصل ربعة مليار دولار إذا قارننا الناتج المحلي والثروات اللي عند البلدين الجزائر دولة غازية ودولة نفطية وميزانيتها هائلة وأموال طائلة تملكها مقارنة بالمغرب رغم ذلك المغرب راه تقريبا في النصف والجزائر راه تسعة فاصل واحد مليار دولار اللي تم إنفاقها معناها الدولتين ربعة طاعش ونصف مليار دولار أنفقت على التسلح بسبب هاجس مغربي تجاه الجزائر وهاجس جزائري تجاه المغرب وكل من أجل نزاع في الصحراء كان من الممكن جدا أن يحل عبر مائدة حواء بين أخوين شقيقين وليس عدوين يتصارعان إعلاميا ويتصارعان دعائيا ويتنافسان عسكريا وصراع الأشقاء دائما هزيمة للطرفين مهما كانت الأسباب والدوافع والضرور